السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي طبتم وطابة أوقاتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لكل عشاق النباتات الداخلية لكل عشاق النباتات الخضراء الرائعة نباتات زينة إليكم نبتة السبيدسترا أو ورق الصالونات أو ورق الصالون كل هاي أسماء تطلق على هاي النبتة الرائعة هي نبتة جميلة جدا رائعة مميزة بأوراقها الخضراء اللامعة طبعا اللي احنا شايفينها قدامنا هاي نبتة الصالون طبعا هاي نبتة داخلية وبإمكانك تزرحها خارج المنزل لكن بعيدا عن شعة الشمس المباشرة فهي نبتة رائعة مميزة تحب الرطوبة لا تحب أشعة الشمس القوية يفضل زراعتها في داخل المنازل أو في أصص أو في الأرض ولكن بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة ويفضل تكون في تربة خفيفة جيدة الصرف تكون التربة دائما رطبة طبعا هاي النبتة سهلة العناية وسهلة الاكثار تتحمل أغلب الظروف القاسية سوء المناخ تتحمل أيضا العضش تتحمل نسبة البرودة وتعيش في الغرف في درجة حرارة الغرفة وأيضا من النباتات التي بإمكانك تقتنيها داخل المنزل أو في خارج المنزل سواء في أصص أو في الأرض مباشرة فهي سهلة العناية وسهلة الاكثار يعني تتكاثر بالتفسيخ أو بتقسيم الدرانات أو تقسيم النبتة في فصل الربيع وهذه النبتة كما نراها نبتة كثيفة مميزة كما نرى ممكن تكاثرها بالخلفات التي تنمو بجوار الأم كما نرى نبتات تتميز بكبر ورقها وأوراقها خضراء لامعة طبعا هاي نبتة خارج المنزل طبعا مهملة عليها الغبرة والأتربة فإذا زرعتها داخل المنزل فطبعا هتكون فيه اهتمام يفضل مسح الأوراق على فترات بالماء والخل يعني وقاية لبعض الأمراض وهي نبتة مقاومة أيضا ولا يصيبها الحشرات كثيرا ناذر ما يصيبها الحشرات وهي بعض الصور اخترتها لكم أتمنى أن تنال إعجابكم فهي النبتة مميزة بشكلها وألوان ورقها الأغضر الداكن كما نرى فهي تسمد باسماد انبيكيه مرة في الشهر وطبعا طريقة الاكثار طريقة سهلة جدا كما نرى أمامنا بتفسيخ أو التقسيم كما نرى أمامنا وهذه العملية تكون في فصل الربيع تكون سهلة جدا وبسيطة وطبعا هاي النبتة تنمو في المناطق المعتدلة في الجو المعتدل تحب الرطوبة تروى بانتظام نحافظ على التربة دائما راطبة يفضل تربة خفيفة جيدة الصرف طبعا النسبة للتسميد يفضل سماد انبيكيه سماد السائل مرة في الشهر طبعا هاي النبتة من أروع وأجمل النباتات الداخلية اللي ممكن تقتنيها في منزلك أو في حديقتك تتميز بجمالها وجمال أوراقها وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي النبتة الرائعة فلا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر مع نبات آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته